تحية محبة كبيرة لكم مشاهدين عبر برنامجنا فوكس دائماً عوادناكم أن تكون بقعة الضوء مصلطة على موهبة شابة أو أي أن كان عمره الشباب دائماً هو بالقلب لشبابنا السوريين اللي بيقاملوا بشيء أو بيحبوه بيعملوا إن كان هذا الشي ضمن نطاق عملهم أو خارج نطاق عملهم طبعاً التمثيل هو من الهوايات الصعبة بيحتاج وقت وبيحتاج جهد وبيحتاج صبر بيطلب من الشخص إيمان بهذا الشيء وإن كان دراسة أكاديمية أو موهبة نستقلت من خلال التجربة هو دائماً شي مميز بيطرق بصمته عند الإنسان وعنده متلق أيضاً ديفتنا لليوم ريهام التزاه مدرسة طبعاً التدريس أيضاً هو عالم كامل بحد ذاته بالإضافة لها الشي هي ممثلة مسرحية أكيد بإسمكم الرحب بريهام أهلا وسهلا فيك ريهام أهلا فيك إيطا ريهام كتير حلو أنه أنت إلى جانب التدريس وأنه الدرسي أيضاً عمار صغيرة الابتدائي يعني المرحلة الأصعب والأهم التأسيسية يعني تضرب على الوتر الحساس بتضلمش يعني مع الطفل للآخر يعني صحيح يعني شخصياتنا اللي نحن عليها اليوم نسبة 70% منا هي عائدة لمندرساتنا اللي كانوا معنا بالمرحلة الابتدائية هي تربية بالسن الصغير يعني بتبلش فهي بتتمشي معك للآخر يعني أكيد أنت جامعة مع التدريس شغلة كتير حلوة وكتير مميزة وهي من أهم الفنون وأكترها تأثير بالناس وبالمجتمعات واللي هو موضوع التمثيل حضرتك أيضا ممثلة مسرحية تمام مسرحية وشاركت بالتلفزيون بالإذاعة وكذا فيلم أصير يعني كمان هلا بدأ نبلش مع ريهام أنه كيف بلشت معك هذه الموهبة يعني أنتي بيدة شوي عن هذا العالم وخاصة عن محافظة اللازقية يعني ما كتير في هالمجال اللي بيفسحها أنه نستثمر مواهبنا أو بيقدم فرصة حتى إذا كنتي فكرة يمكن دراسة أكاديمية كونه موجودة بدمشق العاصمة صعبة عليك نبلش معك مشوارك ريهام كيف بلشت بهذا الشيء؟ بالصدفة الصدفة هي نحنا بكلية التربية عنا كان مادة اسمها أنشطة بهيدي الأنشطة بدك تعملي شيء أنتي إما رياضي أو بجوز مجال إكسسوار أو فني أو وكان في المسرح فقعدت أنا هيك إنه لا بدجيروها المسرح إنه جرب إنه شو المسرح فعملنا مسرحية كانت عن مجموعة كان المخرج شاكر شاكر كنا مجموعة شباب وصبايا عم نشتغل إنه للجامعة إنه شان العلامة متل ما بيقولوا شوية شوية لما صرنا الروح صار في علاقة بيني وبين المسرح صرت حب صرت اكتشف فيني أشياء أنا ما كنت بعرفة صرت إنه أنا بعرف وأقف على الخشبي كتير منيح أنا كتير يعني عندي شي عندي جوهرة شوة ما كنت أنا بعرفة فشوي شوي صرت يعني بعدين أنا ورفقاتي صرنا نعمل تجارب لحالنا هيك ليوم من الأيام كان في اختبار للمرحوم نضال سيجري عام الورشة عمل بالجامعة أنا المميزة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه فرفقاتي بتروحي كذا قلتوا مام حضرة شي قال من جرب هيك ففتت أعملي كذا ساوي كذا أشتغلي فلاحظت إنه في إعجاب من المرحوم فقال لي لهلأ ما بنسى يعني عملي 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 بقال له لهلأ مساح فيني الأرض يعني هو حدا كتير جدي كتير بحب شغله بده حدا يعرف يشتغل فأنا رايحة وهيك تعبانة فقال لي ريهام تقول له نعم أني استني نتيجتك فأنا وقته إنه كان في هيك نوع من الشعور اللذيذ بتحسي حالك إنه أنت نلتي إعجاب حدا يعني فريحنا وبعدين اشتغلنا كان في مجموعة من الأسات زي حسين عباس كان في سوصان عطاف كان في أبو الوفا غزال استاذ هاشم غزال بوجه له تحية كبيرة مندير المسرح الجامعي ومدام طول مدام رغدا كان في يعني ياسر دريباتي كان في دكتور محمد بصل مجموعة كبيرة من الأسات زي كل واحد اختص باختصاص وعم يدرسنا شيء أنا بالإضافة للتربية معلم صف كنت عم بدرس شيء بالمسرح الورشي استمرت يعني عمليا ثلاثة شهور بس استمراري مع المسرح الجامعي ضل سنين بعد هيدا اعملت كتير تجارب من حنين مع الاستاذ هاشم غزال انعرضت خارج سوريا اخذت عليها جائزة افضل ممثلة بمهرجان في لادلفيا بالاردن كمان نعرضت هون كمان مسرحية شوية غسيل اخراج مصطفى محمد كمان اخذت عليها جائزة هون افضل ممثلة بمهرجان الجامعي اللي صاوينا هون باللادية يعني كمان فالنتاين مسرحية كانت كتير لزيزة هيدا المسرحية الى يعني نكهة تجريبية انتي بدك تكتب النص وانتي تحاولي تخرجي واخر شيء شيء مختلف يعني اشتغلتي قبل كممثلة يعني بتخليك انتي تصلت الضوء على جانب من شخصيتك انتي ما بتعرفي اللي هو الكتابة يعني تاري الممثل بس انه خد هالدور اشتغله ولا لا انه انا قادر اكتب شيء حس فيه واعمله كيف كانت هذه التجربة يا ريهم يعني الكتابة هي اصعب شيء كتير الممثل بالنهاية في عنده مخرج بيوجهه في عنده نص بيلتزم فيه يعني عنده اطور معينة واتجاهات محددة بيمشي ضمنها بالنهاية بيأبدع من خلال ذاته بحب بصمته كأداء صح لكن الكتابة الكتابة يعني عالم مختلف تماما كان صعب كيف كانت هذه التجربة واصلا لما عرضت عليكم هذه التجربة شو كان الهدف مننا يعني انه تطلعوا الشيء الموجود جوادكم انتم ما بتعرفو او كان في هدف تاني هلا اول شيء الهدف كان هو مجموعة من الشباب اللي هني رح يخرجوا مجموعة من المسرحيات فتم انتقائي لاشتغال ضمن هيده المسرحيه فرحنا اول شيء نحنا ما بنعرفش شيء عن الموضوع فانو بيعطوك الخطوط الرئيسية انو نحنا هيك بدنا نشتغل فانتي اختار شخصية وبدك تبنيه وشو هيدا فانا اخترت شخصية شحادة ليش اخترت هذه الشخصية؟ اه هيدا شو نجي طبك فيها كاريهام حبيتها انك كانت مميزة كنت لسا ما عاملت لهيدا الدور فانا كنت دائما اي بتحبي تتنوعي بأدواريك هيدا فعملتها بس هي مو هي يلا شحادة هي شحادة بتشحد العواطف حلو الفكرة العواطف ابوه كان يخون اما اما تاركتها مسائلي عنا اما عندها اخوات رفقاتها بيصخروا منها فهي كانت بحاجة للحب والعواطف هي حالة انسانية فاقدة للإحساس الانساني والعاطفة حلو كتير هاد الشي بس صعبة فكرة تسجيله جدا كتير خصوصا لما بدك تتحكي وتبكي مع بعض فكان كتير قد اشتغلتي على هيدا الشخصية ياريهام قد اخذت منك وقت يعني ككاركتر انتي تعبتي عليه واشتغلتي عليه هلأ بدك تجي اول شي المهم هي المشاعر من جوة تحسي فيها انتي هلأ الاحساس بالنسبة لي لي ما كتير كان صعب لانه انا كممثلة مهمتي اني تقمص هيدا الشخصية وحس فيها بس كان الصعب هي كيف بدك تظهري هيدا المأساة الانسانية تماما كنت تقصليها للجمهورة عم يشوفك هون الصعوبة القصوى يعني ايه فكان الموضوع يعني كتير صعب انه انتي ما بس مظهرك يعني تعبك دموعك الحالة اللي انتي فيها صوتك ضحكتك المقبوطة فكان هيدا كله بدك تشتغلي عليه حتى انتي توصلي طب هاي التفاصيل صغيرة ريهام كونك انتي ما دارسة يعني معهد عالية الفنون المسرحية وفينا نعتبر انه تجربتك يعني الصعطة غضة بحكم وجودك بمحافظة اللاذقية هلأ اشتغلت يمكن عمل حنين كان نعرض برا رحتوا على الاردن قدمتوا العمل ايه ونعرض بليبيا كمان ونعرض هون اكتر من مرة حنين هو كان له كمان بصمة خاصة من ناحيتي انا لانه كان اولا رومانسي عاطفي جدا شو فكرة العمل كانت كانت هي حبيبة وحبيب يعني صعوبته كان انه ما في شخصية عم تساندق من المسرحية غير انتي يعني انا الشخصية الانسة الوحيدة بالمقابل زميلة مصطفى جانودي كان شخصية الحبيب اللي هني حبيبين ناطر كل واحد فيهم حبيب واللي سافر فهني وناطرين بمحطة القطار فبيمضي العمر بيمضي سنوات العمر يعني بتنعرض الشخصية بالعشرين وبالثلعتين وبالاربعين حتى يصيروا خطايرة على العكازة وهني ناطرين الحب بيطلعوا هني ناطرين بعض وهني بيحبوا بعض وعم يقعدوا على نفس المقعد وما بيعرفوا حلو الفكرة فهي رومانسية كتير كتير عاطفية يعني بوصل لمشهد الختام هو اللي بتموت فيه الخطيارة بكون صرت خطيارة يعني ففعلا بفوت على الكواليس منهارة فأحد الأطفال كان عم يحضر العرض بالسلامية طلع لعنتي قال لي انتي كنتي عم تبكي عن جد تعاطف يعني انه انتي كنتي عم تبكي عن جد انه كيف نزلوا دموعك بدك تحسي بدك بمعاناة الشخصية طبعا بدك تعيشي بتحبية بتحبية بتطلع لحالك صحيح هلأ بتطلع لحالة عند الأشخاص الموهوبين يعني هو بالنهاية تمثيل من أصعب الفنون كأداء حتى الفن المسرحي بحد ذاته يعني يعتبر من الفنون اللي بتبني شعوب وأمم يعني من كتر ما تأثير ومبارشة وانتي أيضا تخاطبكن على المسرح مع الناس يعني بشكل مباشر هذا كمان شي كتير مهم شو بتحس ريهام لما بتأدي دور بتحس انه الناس تفعلت وسلطها هاي الأحاسيس والمشاعر اللي انتي امكان مشتغلي عليها شهور ووجهاد وإنهاك وإرهاق وطعب ويعني مو بسهولة أبدا متل ما الناس بتشوف بتفكر إنه هاد العرض مدت وساعة خلاصين كان ممسل درة بساعتين باليوم لا أبدا مو هيك شو بتحسي لما بتحسي الناس انه تفعلت عنك وسلطها هاي الأطفل صغير وخاصة انه انتي مدرسة هلأ كتير شعور حلو انك انتي تتعبي على شي وتلاقي نتيجة بقى كيف إذا كان محبت الناس يعني بعض العرض بتدخل عندك عالم إنه ياريت عدوه مرة تانية يعني إنا زي بشوف هيدا العرض مرة واثنين ثلاثة يعني ما بمل يعني آخر عرض عرض وجوه كان كمان تجربة فريدة لأنه نحنا مجموعة من الصبايا والشباب أرينا النص عملنا له إعداد وقمنا بالإخراج تحت إشراف المدام رغدا فأني أنتي تعباني على شي مأسستي ويدخل حدا يقل لك كاريت ينعاد كتير مبسطنا انتو كتير كنتو مميزين كتير كتير فبتلاقي فعلا أنو انو انتي وصل لك حقك أنا هذا كل شي بدي يا ما بدي لا مصاري ما بدي دعاية ما بدي شهراء كفيني أنو انتو حبيتوني أنا وعلى الخشبة هلأ هذا هو تفاني الفنان الموجود جواه داخليا ريهان بس أيضا بالنهاية أيضا أي عمل بحاجة لنوع من الناس يمكن لو أنو في دعم مادي نوعا ما أكتر للمواهب الشاب الموجودة بمدينة اللاذقية يمكن أكيد كانت أخذت فرصة أكتر كانت طلعت أكتر كان في مجال أكتر تعبروا عن حالك يمكن كان في مجال تختاري بين عملك الحالي كمدرسة أو كفنانة يعني تأكملي مسيرتك بالشكل اللازم هلأ أنت هتاتي إيد على الجرع لأن فعلا بقلك يعني ما في دعم للأسف عنا باللاتية يعني بتلاقي كل الدعم للشام مخرجين وممثلين والكادر الفني كله يعني بتلاقي هون فعلا أنا بقلك أنا شعيفتون عنا مواهب حقيقية يعني عنا عالم إنه لو تنعطل فرصة صح فبتلاقي مع احترام إلى كل الممثلين أهم من المعظم الممثلين اللي عم يطلوا على الشاشة هلأ أنا عم يعني لا هي حقيقة عالمية لا هي حقيقة عالمية أم باعترائي شخصي يعني على نطاق سوريا يعني بأي مكان في عالم كتير شعور رائع في عالم طاقة مرعبة في عالم يعني أفكار خلاقة في أشياء مرعبة عن جد عند شبابنا وأطفالنا بس بدك الحافز بدك الداعم هلأ كل اللي عم بيصير هو اجتهاد شخصي طبعا سواء مني ولا من غيري يعني حتى المسؤول الأعلى مني كمان اجتهاد شخصي صحيح ما في داعم بتلاقي يشتغل وبس تشتغل أنا يعني تكرم عينك طيب أنا بدي شيء بدي شيء بلش عليه استند عليه أساس بسيطة على الأقل يعني أو شيء يدفعك خطوة أولى ركيزة أولية شيء يحفز اللي معي بجرز أنا ما بدي حافز بس في عالم يعني شهير يحاجل هالحافز حافز يا معنوي يحاجل أنا شو تطلبوا تكرم عينكم بس لا اجتهادات شخصية من حط من جايبتنا هيك بدي أقول لك أنه أنا بعرف حتى أنتم من حط من جايبتنا يعني من مصروفكم شخصي اتياب حانديكور يعني روحات جايات أكل يعني معظم الأحيان هلأ ممكن كمان هاد الشيء كون مقبول نوعا ما بالمرحلة الجامعية كمسرح جامعي يعني ممكن هاد الشيء أنت تتقبليك شخصي بتكوني طالبة يعني تماما طالبة وأنه طبيعي يعني جرب متعود يتأخذ المصروف من أهلك بس لما بصير هاد الشيء امتهان لشيء وبالنهاية يعني بيكون لازم يكون في شيء من الخبرة التراكمية وقتها لازم يكون أكيد في نوع من المردود هاد الشيء بتصور يعني كتير نحكى فيه بس لحد هلأ كل المواهب الشاب الموجودة عنا بالمحافظة ما أخذت حقه بالشكل اللازم ما أخذت حقه يعني في نوع من اللي تقوقوا على هيدا الموضوع ودائما في مركزية بالنسبة إلى العاصمة دي مشرق تمام يعني أنا مبارح لسا في حدا كان عم بيقلي نوريهام لي ما بتروحي على الشام طيب شوفي فلان فلاني فلاني كلهم راحوا على الشام أخذوا فقطوا طيب أنا ليش لا روحي على الشام؟ ليش ما يكون هون فيه يعني هلأ كتير بلادئية يعني كبحر كجبال يعني فيه مواقع تصوير كتير غنيية طبعا جميلة جدا لو إنه أي مخرج يجي لهون طبعا أنا عضو نقابة الفنانين يجي على النقابة إنه أعطينا أسماء الأشخاص اللي عندك ممثلين حابين يشاركوا يعني كل المختصين بهذا المجال العالميا يعني دائما إذا بتلاحظي بالأفلام العالمية مثلا أو السينما العالمية أو حتى المسرح العالمي دائما في حصة للوجوه الجديدة يأخذوا حقهم تجربة تمام بعدين هذا الشخص يا بيثبت نفسه بيكمل صح يا أما إذا ما كان جدير بهذه الفرصة بيترك المكان لا بقيره بس هو شيء أساسي إيه إنت أول ظهور إنه بيكون مرعب يعني تماما إنه لأنه في موهبة بس ناطر حدا يكتشفى يعني صحيح عنا هون يعني إنه نحنا ما لنا بدنا حوافز صغيرة بس مو أكتر لأنه تطلع على الشام والاستقرار بالشام ما نو سهل أبدا يعني خصوصا لما بيكون أنت عندك هون شغلك عندك عيلتك بي عندك ارتباطاتك فبكون الوضع كتير صعب أنك تطلعين أكيد ومع ذلك أنت ريهام كتير يعني بتحبي الفن كمسرح إن كان أو حتى كتجربة تلفزيونية هلأ بدنا نحكي عنا بعد بس أنا بدي أسألك سؤال يعني أنت كتير طلابك متعلق فيهم وبتحبي تداعي هذا الشيء جواتهم يعني أنت من حالك بتحبي تعطيهم هذا الشيء لأنه نائما لما بنرتقي بالطفل من هو صغير لتذوق الفن وللارتقاء فيه بالنهاية بيطلع هو شخص متكامل حسيا وشعوريا قادر على تقبل الآخر عنده انفتاح للرؤية يعني الفن هو مجرد شيء نحن نستخدمه للترفيه ممكن الواحد يحضر فيلم أو مسرحية تترك أثر بحياةه لحتى يموت يتبنى فكرة أو رأي أو اتجاه أو قضية إنسانية معينة يظل حاملة معه وعم يناضل من شانا لحتى يصير يعني تحت التراب هذا شيء معروف كتير صح ريهام كيف تزرع هذا الشيء جو أطفالنا رغم نحن بنعرف مدارسنا أنه قد تهمش هذا الموضوع مع الأسف يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنه دائما بيقلوا لك لا بناخد حصة رياضيات بضال حصة مسرح أحسن من المسرح مع الأسف يعني هاي العقلية جرامدة لست موجودة صح هلأ بدي أقول لك في شيء بتعريف المسرح أو الدراما هي الفعل كمان اللعب تعريف اللعب هو فعل أو طاقة حركية أو زهنية أو طاقة حركية زهنية ففي كتير ارتباط بيناتهم هو الفعل المسرح فعل واللعب فعل فلما بتربطي بيناتهم بأهداف تربوية فاندي بتكون حصلت يعني بدي كياب ببساطة يعني والطفل متل ما بيقول عم يتعلم ويلعب أكيد فبياخد أكتر منيك طبعا في كمان يعني المسرح كتير مهم لما أنت بيكون هلأ عنا نحنا لعب موجه وغير موجه كمان أنت كيف اللعب الموجه قسم منه هو المسرح سواء كان المسرح خلال الأدوار لعب الأدوار أو التمثيل المسرحي أو حتى مسرح الدمى طبعا فكتير يعني نحنا فينا ننوع طبعا كمان حتى يعني عنا بالمسرح في بيقضي كتير على التأتأة الفقفقة الخجال العدوان صحيح طن الحبيب يعني إذا أي حدا إنسان عادي بتسور مهما كان بسيط بالثقافة أو الفهم براقب الأطفال مثلا لما يحضروا أي نشاط جماعي بيشوف أدي هذا الشي موجود ده جواتهم وأدي يطلع لبرة من خلال هذا الشي تفاعل بدون ما يخص باللاق إرادة تماما باللاق إرادة حتى نيتشي بيقول يوجد داخل كل منا طفل يحب اللعب صحيح فكلنا منحب اللعب وكلنا منحب النطوطة وكلنا منحب اللايدة طبعا حدو كتير تكون موظفة بشي إيجابي إيه تمام يعني حتى المدرس اللي ضمن الصف هي عم تستخدم المسرح بدون ما تحس لما بيكون عندك درس في كذا شخصية فمين بياخد دور كذا مين بياخد شوفي التفاعل من الطلاب شوفي قديش عنده النشاط بس تقليلون هي بصير كلهم بدون يقرؤوا الدرس لياخدوا دور باصل صحيح ايه اخدوا دور نزعل إذا ما أخذنا الدرس ايه عطيني أنا دور كذا الأرنوب عطيني أنا يعني بتصير مجازر بالصف صحيح اعرفتي كمان مسرح الدماء يعني انتي عمليلون هيك شي خفيف يعني ما كتير مكلفة ولا كتير صعبة يعني أنا عندي الأرنوب دخللون يا الدمية جاوية دخللون يا على الصف او شو بيعمل بس يدخل على الصف يعني أرنوب يعني بيعمل حالة فظيعة كتير من السعادة ومن التفاعل بالدرس بيقعد بيحكيلون الدرس بيزعل منهم بيبوصهم بتلاقي كتير يعني تفاعلوا كمان عندك دمان العصي كمان فينك تستخدمية لما بتقسميهم لمجموعات يعني في كتير أنواع وكتير خفيفة ما بتعطل الدرس بس يمكن نحنا تناكس بتفاعل الدرس أكيد وتعطي الإيجابية المطلوبة متكون موجودة فيك انا بقلك وأنا أول شي كنت خاف إنه ممكن هيدا الشي ياخد من وقت الدرس كتير يعني إحنا معنا وقت محدود وانت مطالبة بدرس بالدكتاطي يعني بالنهاية أنت نجاز يعني شي معين ضب الوقت معين انتك مهمة بدك تنجيزية فلا لما بتحاول أنك انت بالوقت تحسبي صاح توظفي القصة صاح فبتلاقي نتيجة أفضل من السرد والاستماع والمسرح فينك تستخدمي كذا حاسك صحيح سمع وبصر وأحيانا التزوق ولمس أما التقليدية الطريقة التقليدية سمع أكيد يعني الطفل يبين عص بالنهاية بالنهاية أكيد والشي الجامل ما بيؤدي لنتيجة حتى عند الكبار وحتى عند اللي عمره من 80 سنة مثل ما حكايت إنتي يا ريهام مثل فعلا ما بيقول ناتشا إنه كل حدا جواته طفل صغير حلو كتير مفاعل هاي الطفولة لأن بالنهاية أنت عم تفعل الشي الإيجابي والشي النقي موجود جواتنا الفطرة السليمة وكتير حلو إنه أنت عندك هيدا الشغف وهيدا الحب بتصور لو إنه هيدا الشي بيتعمم على مدارسنا أكيد أجيالنا بتطلع مختلفة بآليات التفكير بنمط الرؤية بقدرة على تقبل الآخر واللي هو هلا عم نعاني منه بمجتمعنا وسبب المشكلة الأساسية اللي نحنا فيها عدم تقبل الآخر يعني الفكرة المتحجر أنه أنا ما بقبل الشخص إلا إذا كان بيشبهني متطابق معي مية بالمية نفس أفكاري تماما هلا بدي إليك المسرح بهيدا الوضع اللي نحنا عاشيوه بالبلد كتير بيساعد على حل مشاكل عمنا بالطفل يعني والقبار يعني فما بالك الصغار يعني كتير في أطفال حرمت من أهلا في أطفال أهلا ماتت قدام عينا أطفال تعرضت للاغتصاب أطفال للتهجير للتأنيب فكتير سمعنا عن حالات نحنا بهيد الفترة يعني في شكر كتير كبير لمجموعة من الشباب هني متطوعين عم يستخدموا المسرح لحل مشاكل الأطفال يعني في طفل فقدوا النطق بسبب رؤية الأب والأم يعني عم يتعرضوا للقتل أمامه فمن خلال المسرح رجعلوا نطقه رجعلوا أكيد فيه بضل هو فيه ذاكرته فيه ألم فيه وجع بس رجعلوا نطق دليل أنه المسرح علاجي طبعا أكيد يعني بنسميه ستيكو دراما ربط الدراما بالعلاج النفسي بالعلاج النفسي طبعا فكتير هيدا ضروري عنا وفينا نستغل المسرح بهيد النقطة هيدا وعندنا مواهب مميزة مثلك ريهام مثل كتير من الشباب والصبايا لازم نعطيهم دورهم لازم نفاعلهم هيدا مرحبا نقول إنه هو مجرد واجب عند الدولة مجرد هذا الكلام يعني خليل نرجع سنوات للخلف هو متصور واجب على كل حدا مؤمن بالثقافة كل حدا مؤمن بدور الفكر الفعاليات الاقتصادية اللي ممكن تدعم أشخاص مثلكون لحتى أنتو تكونوا كمان داعمين للمجتمع مثل ما حكيتي خاطةً بالظروف اللي عم المرت فيها لأطفالنا اللي هنة يعني أملنا للمستقبل القادم كتير حلو هذا الشي اللي جواتكم انتو مجرد إيمانكم بشي انتو عم تعملوه بدون مقابل عم ياخد من وقتكم ومن جهدكم هو أكيد شيء إيجابي وأكيد نابع من القلب وأكيد قادر يحقق نتيجة وقتنا نحنا كتير ضيئ بحلقتنا بدنا نحكي عن تجربتك بالتلفزيون ريهام قبل ما يدركنا الوقت يعني التلفزيون عالم مختلف عن المسرح في ناس بتشوف أنه بيضل المسرح سحر وقلق خاص في ناس بتشوف أنه لأ الشاشة الخضية هي كل شيء ريهام شو بتشوف؟ بتجيلك كل واحد إلو متعتو كل واحد إلو صعوبتو يعني المسرح هلأ يمكن ما بعرف أنا بميل يمكن للمسرح شوي المسرح بيوصلك لزروك زروة الإبداع اللي فيك كل الفناني المتقصلين بهذا المجال بيشاركوك يا الرأي بهذه المقطع يعني أنت خلاص بعالمك بجوك بشخصيتك ما عاد تشوفي حدا غير أنت يعني بأحد المشاهد أنا المخرج عم بيقلي وقفي وقفي أنا ما سامعته قال لي وقفي أنت جوه الحالة اللي أنت مالكتك على خشفة المسرح عايش الوضع فالتلفزيون شوي يمكن هيك أوالي بجامدة أوالي بجامدة وكبت كل دقيقة أتحكي بعيدة عن هاي الحالة الإبداعية اللي بتتملكوا للشخص مكتب تماما والمسرح أصعب بدك تبزلي جهد أكبر لأنه حالي لحظية وفيه انفعالات ولازم تكون أقوى بينما التلفزيون بياخد أي رفة العين بياخدها فمعنى بها الصعوبة بتكون يعني هلأ أنا اشتغلت مع المخرج هيسم زرزوري كان فيلم مسلسل فوق الموج كان كمان تعليمي هادف كان في أطفال وفي كان تجربة كثيرة يعني غماعة في بين العالمين تبع ريهام وعالم الطفولة اللي انتي متأصل يعني فيك كعمل وعالم ريهام بالنسبة للتمثيل صح اشتغل كيف فعلت التجربة؟ كثير ظريفة كثير ظريفة كان الجو كثير حلو كثير ممتع كثير صحي كثير يعني التعامل مع الأستاذ هاي سام كارياءة فعلا بيحسسك انه انتي بنته وبيشجعك الممثلين من الكبار ضروري جدا هاد الموضوع التشجيع كمان كمان بيعطوك تشجيع هذا الشي كثير بيبسطك انه انتي برافو كذا يعني انه انتي عندك شي انتي عم تلاقي قبول من الآخر كمان اشتغلت مع الأستاذ الياسر الحاج بين الناس برمضان عملت دور كمان اتكرته أنا وزميلي بداوية بداوية كثير هيك مودل تلبس اكسسوار وماكياج وكمان كانت تجربة كثير حلوة خصوصا اللهجة يعني بدك تتعابة تشيب اللهجة تشيب اتقنتي يعني في صعوبة بعيدا لا ضريفة كانت الحز دزولي رسالة عرفت انه كثير ضريفة استعنتي بحدا يعني استفدت منه من جملائك مثلا من المنطقة الشرقية او شي بيحكوا بعيدا اللاجة استعننا كيف التمثيل بده اجتهاد فصرت انا ورفي انتدور تعرفي وين راحنا ادورنا بالمدينة الجامعية تماما لانه في كتير صلايا وشباب من المنطقة الشرقية او الداخلية صبية من المنطقة الشرقية قاعدين نحنا عم نناقش النص سمعتوا قلتلو ناكشتوا قلتلو اسمع اللي حاكيها قلتلو صرنا نقعد ناخد شوية كلمات وهيك كان تجربة كتير حلوة لزيزة هلا الحلو كمان بتجربتك الشخصية انتي ريهام يعني انه نوعتي من المسرح الجامعي لهلا ان كان كمشاركات خارجية او حتى كنمط الكاركترات اللي اخدتيا ان كان هذا بيدل على شي صحيح نحنا منا مختصين الشهادات اللي اخدتيا من اساد زكبار مثل استاذ نضال السجري الله يرحمه او الاسماء اللي زكرتيا اكيد اهم بكتير من شهادتنا نحنا كجمهور بس حتى اللي عنده دراية بسيطة بهذا المجال بيعرف انه الممثل قادر على انه يتقمص هذا العدد من الشخصيات المختلفة رغم ضعف الامكانيات ورغم انه ما متاح للكم فرصة حقيقية بمعنى الفرصة فهو اكيد هاد الشي نابع من الجوات وعنده هاي الموهبة الفطرية الداخلية اكيد هلا كتير كان في تنوع بالشخصيات اللي انا اخدتها اخدت دور زوجة بدخون زوجة كتير قوية طفلة بيزوجوها بكير امرأة هم التنظيف والهايدي كل هن هادوان كانوا بمسرحية واحدة يعني ثلاث شخصيات بمسرحية واحدة مؤذرسنا قالت الكاركترات الحقيقة بلي كان صعب الحسية هي اهم شي تيهم صعوبة الحقيقة كان صعب خصوصا مع هاد السرسالة انه كتير سرسارة وبدأت اشتغل البيت وتنظف واخر هم زوجة يعني اللي هي مؤتلفة عنك تمام ايه يعني انا بالحياة ما كتير بحكي صدخل يعني كتير هيك قليل ما احكي وهيدا بس موضوع النظافة ايه موسوسة مثلها هايدي مسرحية واحدة بحنين اخدت هايدي الرومانسية بوجوه اخد دور ممثلة تتعرض للخياني من زوجة وصديقتها فكان كمان كمان حالة انسانية صادمة ايه انا دور شحاد يعني كتير والحبيبة بحنين ايه يعني كتير الرومانسية حالة ايه اخدنا دور البدوية بالافلام كمان الاصيرة اللي اخد دور واحدة متسلطة متحكمة بزوجة بطف هيك كان عنوان مولفيت افكرة هاي العناوين بتكون صادمة للمتلقي وبالتالي يحب يعرف سيراندو فضول ام يعرف يعني هي متحكمة بزوجة امرأة قوية متصلم بالنهاية كل الادوار اللي اخدتها انت اديتها من قلبك وبايمان بهذا الشي انت اللي عم تعملي لهيك ان شاء الله اكيد الفرص القادمة افضل ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة لسوريا رح تكون اعادة مهضة بكل شي ان شاء الله اكيد كلنا امل بهذا الشي ان شاء الله ريهام وكل حدا مثل ريهام مؤمن بالشي اللي عم يعملوا بياخد حسطوا من الضوء اللي هذا حقكن لان انتو الشي عم تعملوا بحبوا بإيمان اكيد حقكن تاخدوا فرصتكن ان شاء الله مشوفك نجمة على جميع الاصعدة ان كان على الستيج تبع المسرح او على الشاشة الفضية وما بنعرف ان كان على الشاشة الزهبية ان شاء الله ان شاء الله حلو الليش لا كنا سعيدين اليوم كتير بجودك معنا بفوكس نتمنى لك اكيد التفوق والتميز دائما والابداع ويضل عطائك من القلب هذا همشي اسلاميلي انا بقلك بوجود اشخاص مثلك عتاب شكرا اليوم بيساندوا بيدعموا بيحبوا بيسلطوا الضوء عبر برنامجك يعني فبقلك نحنا لستانا بخير اكيد ان شاء الله وهذا واجبنا اكيد وانا عندي ايمان مطلق انه اللي بيعطي من قلبه لازم ياخد حقه فنحنا اللي كنا ساعدين بوجودك معنا واكيد نورتينا بفوكس شكرا كثير لوجودك معنا اليه هاصل شكرا اليوم ورح ودي عنا مشاهدينا الى اللقاء قريب ان شاء الله وسبوتلايت جديدة بلون جديد مع حدا جديد من شبابنا السوريين اللي دائما بدهشونا بمواهبهم بايمانهم بحبهم هذا النابع من القلب ودائما سوريا حلوة وملونة باجمل الالوان بوجودهم الى اللقاء